موسيقى طابط وقاتكم بكل خير من الفضائية الإلكترية نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأبرز العنوين معرض المرجان الوطني لعام 2023 يبرز تاريخ الأجهال مساهمة الأليات في النشاط الزراعي سيمنار لتقوية الخدمات في عد غيح مغتل سبعة عشر جنديا في هجوم بمنطقة تيل لابيرا الحدودية بالنيجر أوامر بإخلاء مدينة كندية في أفصال شمال البلاد مع تقدم حرائق القبات وتهريش يدعو لنشر قواتنا أمنية عاجلة في هيئة المكافأة العصابات من العنوين إلى التفاصيل يوصق المعرض الذي تم تنظيمه بالتعاون مع وزارة الإعلام ووزارة الدفاع تاريخ الأجهال وغالى سيدر مياس يوم عضو الإرشاد والتوجيه المعنوي بوزارة الدفاع يلعب التصوير الفوتوغرافي دورا مهما في نقل وورسة التراث التاريخي والثقافي وأوضح سيدر مياس أن المصور هو فنان يكتب عمله على شكل صور وعلى الناشطين في المجال العمل بإخلاص وغالى رئيس فرع التصوير بوزارة الإعلام السيد زازة أبرهان المعرضي وعكس برامج التصدي والتنمية ووحلة الشعب الإيرتري وخاصة كفاح الشعب الإيرتري ضد الأعداء الخارجيين وأضاف أن هذه اللوحة دفع من أجهاء ثمنا باهظة وحياة الكثيرين وحثاجي إلى القادمة على فهمها بعمق واستكشاف التاريخ لزيادة معرفتهم وغالى زوار الرسالة التي تنقلها مثل هذه المعارض ليست سهلة وحسوا على عرضها على نطاق واسع وفي شكل مستمر في الداخل والخارج المعرض الذي تم تقديمه بالتعاون مع وزارة الإعلام ووزارة الدفاع يتضمن صورا فوتوغرافية من عام 1979 حتى العام 2023 عز المحتوى الذي يقدمه الأغليم الجنوبي في مهرجان إيرتري والذي يعكس تنقع الثقافة والتراث وكذلك أنشطة التنمية الزراعية في الأغليم حظب تقدير الزوار من الداخل والخارج وأوضح الزوار القادمين من مختلف مناطق البلاد والمهجرة أنهم كانوا متشوغين للمهرجان لتوقفه لثلاث سنوات بسبب وباء كورونا معربين عن الارتياح للعروض المصحوبة بالشرح عن انتصاد الشعب السهول لغزوات قطاعي اغطاعي تقرائي والمستوطنات التراثية وأبحاث الحشرات وخاصة النموس وأضفوا أنهم اعجبوا بالأدوات التغليلية للتزيين والبنافس التراثية المصنوعة من الفقار والحجار والجلد والخشاب وذكر المنظمين والمشرفين على المعرض أن المحتوى مثل التصدي والثقافة والأثار وكذلك الأعمال البحسية والتنمية الزراعية يحتوي معرض الإغليم الجنوبي لجانب فرقة الرغص الفلقلوري والموسيقية التغليدية للشباب والكبار هو وراء التراث الشفاهي لقوميته التغرين والساهوة الحياة البرية قال المدير العام لمؤسسة المواش والقلال الرائد كبراب أبراهام أن الأليات الزراعية الحديثة التي تستوردها الحكومة من وقت لآخر تساهم في كفات وفعالية العمل وقال الرائد كبراب لوكالة الأنبال إرترية إرانان الحكومة تقدم دورات دوزرات لتمهيد الأراضي وجرارات الكبيرة والصغيرة للحراسة وجرارات كبيرة وصغيرة وحاصدات ومعدات لتوسيع الزراعة المروية وأوضح بأن الأعمال الزراعية المخطط له يتم تنفيزه بكفاءة بهذه المعدات الموجودة وقال أن الأليات إضافة للخدمات التي تقدمها في المشاريع الحكومية ستقدم القدمات للشعب مقابل رسوم رمزية قدرها 150 نقفة في الساعة وشهر إلى مركز تربية الأبقار الحديثة الذي يشيد للإستيعاب حوالي عشرة ألاف رأس من أبقار الحليب ألف رأس من أبقار الحليب قد قارب على الانتهاء كما يتم إنشاء مبنيين كبيرين للصصني على البان وعلى فالحيوانات وفد الرائد كبراب والمزارعين أن هذه الأليات على الرغم من العمل الفاعل الذي تقوم به إلا أنها قير كافية لتلبية متطلبات الشعب والمهام المنتظرة عقدت ندوى في عد قيح يوم الخامس عشر من أغسطس لتعزيزة التنسيق بين مقدمي الخدمات وممتلقي الخدمات والمستخدام وركزت الندوى التي حضرها موظفون من جميع الجهات الحكومية والجفات والاتحادات على كفاءة وفعالية الخدمات المقدمة وأهمية الخدمات العامة والعلاقات بين متلقي الخدمات والمرافق الخدمية وكفاءة الخدمة ورضاء العملاء مسؤول القدمات الاجتماعية في الأغليم الجنوبية السيد قال أبتس فسلاسي قال بأن بناء خدمات عامة فاعلة هو أولوية قصوى وحسن الموظفين على العمل الجاد لإليفاب المهام والأهداف أول ذكر سكرتيري جفا الشعبية للدمراطية والعدالة في الأغليم الجنوبي السيدة أمت نقوسي أنه من المناسب لمقدمي لخدمات تقديم خدمات فاعلة للمتلقين بحسب بحسن الضيافة والانضباط وغال مدير مدرية عد غيح السيدة أبتس فاسقي أن القضية تتطلب جهودا من الجميع بدءا من الإدارة المحلية إلى أعلى هيكل الإداري من أجل الحصول على عمل سلس وفعال من جهة أخرى حسن مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلباء في مدرية عد غيح السيدة إبراهيم بارولي الطلاب على الاستفادة من الفرص المتاحة لهم التصرف بانضباط وأوضح مسؤول مكتب التعليم الأستاذ بياني تسفايا أن حملة الطلاب الصيفية فتوتيمات بمشاركة نشطة وقوية الأخبار العالمية بعد فاصل قصير تفضلوا بالبقاء معنا أفادت وزارة الدفاع النيجيرية مقتل 17 جنديا وإصابة عشرات آخرين في هجوم وصفته بالإرهابي وقع في منطقة تلابيرا الحدودية مع بوركينفاسو وجاء في بيان الوزارة حسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية أن فرقة الجيش كانت ضحية كمين الإرهابي عند أطراف بلات كواتوغو في منطقة تلابيرا قرب بوركينفاسو وأضافت بأن عشرين جنديا وصيبوا بجروح بعضهم بالقة بينما تم إجلاء جميع الضحايا إلى العاصمة نيامي وفاد الجيش بأنه تم تحييد أكثر من مئة مهاجم كانوا على متن دراجات نارية أثناء انسحابهم هذا وفي السياق المتصل هددت الجماعات الأتصادية الجماعات الأتصادية للدول القرب أفريقية وكواسة التي شعرت بالقلق حيال الإنقلابات بدخول عسكري محتمل لعادة الرئيس السابق محمد بازوم إلى السلطة بعدما اعتقل في المجمع الرئاسي في نيامي أمرت السلطات الكندية سكاني لونيف إحدى أكبر المدن في أغصى شمال البلاد بالمسارعة إلى خلائها وسط تحذيرات من أن حرائق الغابات قد تمتد إليها بحلول نهاية الأسبوع وتشهد كندا حرائق قاباتها إلى خلال فصل الصيف من هذا العام وانتشرت النيران بسرعة في مختلف أنحاء البلاد والتهمت مساحات كبيرة من الأراضي عم مما أرقم عشرات الآلاف على الفرار من مساكنهم وينشط أكثر من ألف حريق قابات حالياً في كندا بينها نحو 230 حريقاً في المناطق الشمالية القربية ما يسلط الضوء على الحر شديد الذي يشهده النصف الشمالي من الكرة الأرضية وغال وزير البياء في المناطق الشمالية الغربية الكندية في مطمر صحفي أنه أمر سكان المدينة البالغ عددهم نحو 20 ألف نسمة بمقادرتها مشيراً إلى طريق سري واحد فقط مفتوح باتجاه جنوب كما تم ترتيب رحلات جوية تجارية وعسكرية جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيا قوتاريش دعوته إلى نشر نعاجل لقوات شرطية وعسكرية متعددة جنسيات في هيئتي لمكافحة العصابات المسلحة في هذه الدولة الكاريبية بحسب رسالة وجهها إلى مجلس الأمن الدولي وشاركت رحل أن محاولة تسوية الوضع الأمني في هيئتي تتضلب اتخاذ مجموعة من الإجراءات القصرية لفرض القانون بما في ذلك استخدام الفاعل للقوات في عمليات للشرطة تستهدف العصابات المدججة بالسلاح ويدفع لمن الأمم الأممي ورئيس وزراء هيئتي مزنح وعام باتجاه تدخل الدولي لدعم الشرطة من دون أن تأخذ أي دولة زمام المبادرة لكن نشر القوات تطلب مصادغة رسمية من السلطات المحلية وتفويض صادران من مجلس الأمن الدولي التسكير بأهم العنوين مرة أخرى معرضة المهرجان الوطني لعشرين ثلاثة وعشرين يبرز تاريخ الأجيال مساهمة الآليات في النشاط الزراعي سيمنارا لتقوية الخدمات في عد قيح مقتل سبعة عشر جنديا في هجوم بمنطقة تلابيرا الحدودية بالنيجار أوامر بإخلاء مدينة كندية في ألصى شمال البلاد مع تقدم حرائق القبات قطير يشدع لنشر قوات أمنية عجلة في هيئة لمكافعة العصابات انتهت النشر التي قدمناها لكم من الفضائية الإيرترية إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر